بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس الكفايات اللغوية للصف الثاني الثانوي نستكمل ما تحدثنا عن في وحدة التواصل الشفهي نشاطات التعلم وبعض نشاطات التعلم شاركوني في تقديمي هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ بندر الصالح نحن في الوحدة التدريبية الخامسة وحدة التدريبية الخامسة بعنوان كفاية التواصل الشفهي مهارات الخطابة والإلقاء مهارات الخطابة والإلقاء الأهداف التدريبية توقع منك في نهاية هذه الوحدة أن تحدد مفهوم الخطابة والإلقاء كذلك أن تعد مقدمة جيدة لموضوعك و أيضا أن تستخدم أساليب عرض تثير الانتباه و تضمن الفهم و أيضا تضفي المتعة والجاذبية على حديثك و كذلك تستخدم أساليب بليغة لأداء رسالتك و أيضا تتمكن من مهارات الإلقاء الجرأة و الطلاقة و سلامة الضبط و سلامة الوقفات و التنغيم و تلوين الصوت و أخيرا من ضمن الأهداف أن تتبع استراتيجيات مناسبة لتفعيل المستمعين و دمجهم بروح الموضوع هذه أهم الأهداف التدريبية التي تتعلق بهذه الوحدة و التي ستكون قد أتقنتها بإذن الله تعالى في نهاية هذه الوحدة وصلنا إلى نشاط رقم 20 تخير نصا أدبياً هنا تخير نصا أدبياً بإمكانك أن تختار نص من النصوص الأدبية شعر أو خطبة أو قصة قصيرة أو مقالة إلى آخره أي نص من النصوص الأدبية من إحدى الصحف أو المجلات أو الكتب أو من شبكة الإنترنت بعد ذلك تدرب على إلقائه وهذا هو الهدف مهارة الخطابة للقاء تدرب على إلقائه وتأكد من سلامة ضبط أواخر كلماته ثم ألقيه أمام زملائك هنا لاحظ تذكر أن زملائك سيقومون سيقومون آدائك بحسب بطاقة التقويم المستخدم في النشاط السابق عندما تذكر في درس الماضي كنا قد ذكرنا بطاقة التقويم وتذكر اسم الزميل ثم النقاط من خمس نقاط الجرأة والطلاقة وسلامة الوقفات والتنغيم إلى آخره من البطاقة التي ذكرت عد إلى تلك البطاقة وقوم أيضا للقاء إذن هنا تخير نصا أدبيا تخير نصا أدبيا شعر خطبة قصة قصيرة ومقالة إلى آخره من النصوص الأدبية ثم طبعا من إحدى الصحف أو المجلات أو الكتب أو من شبكة الإنترنت بعد ذلك تدرب على إلقائه وهذا هو الهدف أن تتدرب على إلقاء هذا النص وأن تفعل أيضا مهارات الخطابة والإلقاء تدرب على إلقائه وتأكد من سلامة ضبط أواخر كلماته تأكد من سلامة ضبط أواخر كلماته ثم ألقه أمام زملائك ثم ألقه أمام زملائك هنا تذكر أن زملائك سيقومون آدائك بحسب بطاقة التقويم طاقة السابقة في تدريب السابق وفي النشاط السابق التي تحدثنا عنها أيضا في الدرس السابق هنا مستخدمة في النشاط السابق هنا ستقوم نفسك وكذلك زملائك سيقومونك بحسب النص المختار جميل هنا مارس دور المعلم أو المدرب المعلم أو المدرب وهنا المطلوب منك أيضا أنت وأحد زملائك أن تمارس دور المعلم أو المدرب تخير إحدى المهارات تخير إحدى المهارات التي تجدها في أي مجال شئت لاحظ تجربة كيميائية أو فيزيائية مهارة قرائية أو مهارة تواصلية أو إحدى مهارات الحاسب الآلي أو مهارات الرياضيات إلى آخره من مهارات التي تجدها اجمع المعلومات حولها هذه المهارة اجمع المعلومات حولها وفكر في طريقة مبتكرة لعرضها كيف تعرض هذه المهارة ثم قدمها لزملائك ودربهم على أدايا خلال 15 دقيقة هنا عيد مارس دور المعلم مارس دور المعلم أو المدرب تخير إحدى المهارات تخير إحدى المهارات التي تجدها في أي مجال شئت في أي مجال شئت معنى تستختار مهارة من ضمن المهارات تجربة كيميائية أو فيزيائية أو كذلك مهارة قرائية وأيضا مهارة تواصلية أو إحدى مهارات الحاسب الآلي أو مهارات الرياضيات استختار أي مهارة هنا إلى آخره معنى مهارات كثيرة تخير خذ مهارة واحدة بعد ذلك اجمع المعلومات حولها حول هذه المهارة تجمع كل المعلومات حول هذه المهارة وفكر في طريقة مبتكرة لعرضها كيف تعرض هذه المهارة لزملائك كيف تعرض هذه المهارة لزملائك ثم قدمها بعد ذلك لزملائك بعد أن تفكر في طريقة الأرض تقدمها لزملائك ودربهم على أدايا خلال 15 دقيقة خلال 15 دقيقة معنى ضع لك وقت حتى تستطيع إعطاء هذه المهارة في هذا الوقت هنا بطاقة تقويم إلقاء درس وهذا بطاقة التقويم لاحظ وهذه مهمة جدا أيضا في تقويم إلقاء درس وفي تدريب الطلاب والتعويض قوّم إلقاء زملائك هنا التقويم إذن قوّم إلقاء زملائك لكل منهم درجة من خمسة أمام كل مهارة إلقائية أمام كل مهارة إلقائية ولاحظ هنا ثم أجمع درجات وحدد الفائز طبعا استذكر recip ثم ستذكر الموضوع ثم ستذكر المجال طبعا لاحظ هنا البناء الرسالة بناء الرسالة العناصر المقدمة العرض الخاتمة وهنا المنطقية في بناء الرسالة أيضا إلقاء هنا اتحدث إلى أن أهم الموضوع التي تحدث عنها لاحظ هنا من أحكم إل sinks ثم استذكر بناء رسالة استذكر أيضا درجة أذن هنا في قوّ يمل أرى من أرweis من 5 أمام كل مهارة إلقائية هنا بعد إلقاء المهارة ثم أجمع الدرجات تحدد الفائز تذكر الاسم ثم الموضوع بعد ذلك ستحدد بناء على هذا المجال المجال الأول بناء الرسالة العناصر المقدمة والعرض والقاتمة والمنطقية المقدمة من المهارات هي بيان أهمية الموضوع أن تكون فيها مهارة بيان أهمية الموضوع وكذلك تحديد المناسبة وتعدد الفوائد وبناء المصداقية وإثارة التفاعل هذه كلها في المقدمة إذن بيان أهمية الموضوع وتحديد المناسبة وتعدد الفوائد وبناء المصداقية وإثارة التفاعل وإستضع الدرجة من 5 العرض انتقاء المفردات وبلاغة الخطاب وإضفاء المتعة هذه استضعي درجة من 5 لهذه المهارة الخاتمة وهنا أيضا من ضمن المهارات في الخاتمة قدرتها على ترسيخ قدرتها هذه مهمة في الخاتمة قدرتها على ترسيخ ما ورد في الموضوع من أفكار قدرتها على ترسيخ ما ورد في الموضوع من أفكار ثم نستضع هذه الدرجة لزملائك المنطقية ونقصود بمنطقية هنا في مهاراتها الأدلة أيضا الحجج والبراهيل كذلك الاقتباسات والتسلسل المنطقي والتسلسل المنطقي إذن المنطقية هي الأدلة والحجج والبراهيل والاختباسات والتسلسل المنطقية هنا استضع أيضا الدرجة لهذه المهارة الإلقاء ما مهارة الإلقاء؟ هنا الجرعة والطلاقة لاحظ سلامة الوقفات التنغيم نقل العاطفة استخدام لغة الجسد والاتصال البصري هذه مهارات الإلقاء الجرعة والطلاقة سلامة الوقفات والتنغيم ونقل العاطفة واستخدام لغة الجسد والاتصال البصري ونستضع أيضا لها درجة من خمسة جميل نشاطات الغلق والتلخيص وصلنا إلى نشاطات الغلق والتلخيص هذا هو رابط الدرس الرقمي أيضا بإمكانك الدخول ومشاهدة الدرس في نشاطات الغلقي والتلخيص أولا لقد استخدمنا مصطلح الخطبة أو الخطابة الخطبة أو الخطابة للدلالة على أي حديث مسترسل يلقيه متحدث بحضور جمهور من المستمعين بحضور جمهور من المستمعين يعني بناء على هذا المفهوم بناء على هذا المفهوم صنف المواقف الآتية إلى مواقف منتمية وغير منتمية يعني منتمية إلى مصطلح الخطابة أو الخطبة للدلال إلى حديث المسترسي لقيه متحدث بحضور جمهور من المستمعين هنا بناء على هذا المفهوم هنا صنف المواقف الآتية إلى مواقف منتمية وغير منتمية منتمية إلى هذا الموضوع أو ليست منتمية إلى هذا الموضوع معلمون يشرح الدرس يطلع به هل هذا منتمي إلى الخطابة لما ذكرنا أن هنا حديث مسترسي يلقيه متحدث بحضور جمهور من المستمعين معلم يسرح الدرس الطلاب كذلك الطبيب يصف لمريض حالته المرضية وكيفية استخدام الدواء هل هذا يتعلق بموضوعنا المصطلح الخطبة أو الخطابة أو مدير المدرسة يناقش أحد الطلاب حول مستواه الدراسي أيضاً استذكر هنا منتمي أو هذا الموقف أو مواقف منتمية وغير منتمية أيضاً أحد الخبراء هنا أحد الخبراء يقدم ورقة عمل في مؤتمر علمي هنا على هذا الموقف منتمي إلى الخطابة أو غير منتمي لحديث أمام جمهور رئيس دولة يلقي كلمة بلادي في أحد مؤتمرات القمة وأيضاً مذيع تلفزيوني يقرأ نشرة الأخبار هل هذه هنا المواقف الآتية وأنه ستصنف إلى مواقف منتمية ومواقف غير منتمية هنا بناء على أي حديث مسترسل يلقيه المتحدث بحضور جمهور من المستمعين بحضور جمهور من المستمعين وهو الحديث هنا مصطلح الخطبة أو الخطابة استخدام مصطلح الخطبة أو الخطابة للدلال على أي حديث يلقيه أو حديث مسترسل يلقيه متحدث بحضور جمهور من المستمعين هنا سنصنف معلم يشرح الدرس لطلابه أن هذا من ضمن المواقف المنتمية أو من المواقف الغير منتمية جميل هنا سقول من المواقف المنتمية من المواقف المنتمية ومعلم يشرح الدرس لطلابي هذه مواقف المنتمية لأنه تعد من حديث مسترسل يلقيه المتحدث بحضور جمهور من المجتمعين وهو مطلبة في حديث الجمهور معلم أمام الطلبة هنا من المواقف المنتمية طبيب يصف للمريض حالته المرضية وكيف تستخدام الدواء هل هذا الموقف من مواقف منتمية leven غير المنتمية؟ جميل أحسنتم هنا الطبيب يصف المريض لحالات المرضية طبعا هنا من مواقف غير منتمية لأن الطبيب فقط يتحدث مع المريض يتحدث مع المريض ويتحدث مع جمهور من المستمع إذن هو من مواقف غير المنتمية جميل مدير المدرسة يناقش أحد الطلاب حول مستوى الدراسي هل هو أيضا من المواقف المنتمية أم غير المنتمية جميل أحسنتم هنا أيضا من المواقف غير المنتمية المدير هنا يتحدث مع أحد الطلاب ويناقش أحد الطلاب حول مستواه الدراسي فقط أحد الخبراء يقدم ورقة عمل أحد الخبراء يقدم ورقة عمل في مؤتمرين علمي هل هو من المواقف المنتمية أم غير المنتمية جميل أحسنتم هنا هذه من المواقف المنتمية من المواقف المنتمية أنه يقدم ورقة عمل في المؤتمر العلمي أمام جمهور من المستمعين ممتاز رئيس دولة كذلك يلقي كلمة بلاده في أحد المؤتمرات القمة رئيس دولة يلقي كلمة بلاده في أحد المؤتمرات القمة هل هي من المواقف المنتمية أم غير المنتمية أحسنتم هي من المواقف المنتمية ممتاز هي من المواقف المنتمية مذيع تلفزيوني يقرأ نشرة الأخبار هل هي من المواقف المنتمية أم غير المنتمية جميل أحسنتم هنا طبعا من المواقف أيضا المنتمي ومن المتحدث أيضا الجمهور من المستمعين الجمهور من المستمعين ممتاز هنا أرسم شكلا أو جدولا يلخص مهارات الخطابة والإلقاء هنا مصنع إلى مهارات الخطابة أهم مهارات الخطابة والإلقاء أرسم شكلا أو جدولا يلخص مهارات الخطابة والإلقاء حاول ابتكار تصنيف جديد بإمكانك تبتكر تصنيفا آخر ما هي مهارات الخطابة والإلقاء هنا يرسم شكلاً سواء رسم شجري أو هيكل السمكة أو الهرمي لآخره أو الأقواس أو بحسب ما تذكر في ذلك يرسم هنا شكلاً أو جدواناً يلخص مهارات الخطابة والإلقاء يلخص مهارات الخطابة والإلقاء يمكنك أيضاً تتعاون أنت وزمنائك في ذكر هذا الشكل أو نقول نحن بدورين مثلاً هذا الشكل تحدث عن مهارات الخطيب وصفات الخطيب المتميز ويظن هنا ثقافة الخطيب موافقة القول العمل يمكنك أيضاً أن تضيف هنا ثقافة الخطيب موافقة القول للعمل ودراسة علم اللغة والأمانة والإخلاص والهدف هنا أيضاً مهارات الخطيب وصفات الخطيب هنا ينخص أهم مهارات الخطاب والإلقاء غير الجرأ والطلاقة التي ذكرت يمكنك أيضاً أن تضيف لكن هنا ذكرنا أيضاً بطرق أخرى صفات متميز الخطيب المتميز وهنا مهارات الخطيب والمهارات التي مذكورها سابقاً يمكنك أيضاً أن تضيف هنا ثقافة الخطيب وهي ثقافة الخطيب وموافقة القول للعمل ودراسة علم اللغة والأمل العلمي والخلاص والهدف بإمكانك أيضا أن تضيف في هذا الجدول أيضا مهارات الخطيب ما هي أهم المهارات للجرع والطلاقة والتنغيم وسلامة الوقفات والمرح والتواصل إلى آخرهم المهارات التي تذكرت في ذلك فأنت ستلخص هذه المهارات وتذكرها هنا في ضوء مهارات الخطاب والإلقاء في ضوء مهارات الخطابة والإلقاء حدد الأسباب التي تجعل خطبة الجمعة التي تجعل خطبة الجمعة في الحرمين الشريفين مشوقة وعظيمة النفع ما الأسباب التي تجعل خطبة الجمعة في الحرمين الشريفين مشوقة وعظيمة النفع إذن في ضوء مهارات الخطاب والإلقاء حدد الأسباب التي تجعل خطبة الجمعة في الحرمين الشريفين مشوقة وعظيمة النفع جميل ما هي هنا أهم الأسباب التي تجعل خطبة الجمعة في الحرمين الشريفين ممكن أن تذكر أسباب وزميل وكذلك تذكر أسباباً أخرى ونحن نذكر بدولنا بعض الأسباب والأسباب كثيرة جداً لكن من ضمن الأسباب هنا ما يتعلق بداية ما يتعلق بقدسية المكان يجعل القلوب والأبصار تتعلق بها وهو الحرمين الشريفين مكة والمدينة ما يتعلق بقدسية المكان يجعل القلوب والأبصار هنا تتعلق بها أيضاً اثنان جميل أحسنتم هنا بناء الخطبة لاحظ بناء الخطبة خطبة الحرمين فهذه الخطبة تجد عناية من قبل الخطبة كونها تشاهد من كل أنحاء العالم طريقة بناء الخطبة فهذه الخطبة تجد عناية لأنها كونها تشاهد من كل أنحاء العالم أيضاً من ضمن ذلك من ضمن الأسباب التي تتعلق بخطبة الجمعة ما يتميز به الخطباء من جودة الإلقاء وفصاحة الحديث ما يتميز به الخطباء من جودة الإلقاء وفصاحة الحديث وحسن اختيار الموضوعات وجودتها ما يتميز به الخطباء من جودة الإلقاء وفصاحة الحديث وحسن اختيار الموضوعات وجودتها أيضا من ضمن ذلك طبعا وهذه تقريبا الثلاث التي ذكرت فيه أهم بإمكانك أن تتذكر أيضا أسبابا أخرى نحن ذكرنا ثلاثة بمكانها تضيف أيضا أسبابا أخرى من هنا ما يتعلق قطسية المكان ومن بينها الخطبة وما يتميز به الخطباء وأيضا بمكانك تضيف أسبابا كثيرة وهنا أسبابها كثيرة التي تجعل أيضا الخطبة الحرمين مشوقة وعظيمة النفع هنا رابعا أكتب وصفة هرشادية أكتب وصفة هرشادية لصديق يطمح أن يكون خطيبا ناجحا أحد أستقائك يطمح أن يكون خطيبا ناجح ما الذي تطلب منه أكتب وصفة هرشادية لصديق يطمح أن يكون خطيبا ناجحا ماذا ستقول له؟ خلال ما تعلمت من هذه الوحدة خلال ما تعلمت في هذه الوحدة أكتب وصفة هرشادية أقول مثلا أولا الشعور بالمسؤولية يجب أن يشعر الخطيب بأنه صاحب رسالة يؤديها صاحب رسالة ويقصد من خلالها وجه الله هذه البداية الشعور المسؤولية ثانيا الموهبة الموهبة وهي الخطابة الخطابة فن ولذا ينبغي لمن يتصدى لها أن يكون ذا موهبة يثقلها بالعلوم والمعارف المختلفة وكذلك ذات الصلة الوثيقة بعلم الخطابة فسعة الاطلاع هي خير معين للخطيب في أداء خطبته بقوة وتأثير إذن الشعور المسؤولية يجب أن يشعر الخطيب بأنه صاحب رسالة يؤديها ويقصد من خلالها وجه الله أيضا الموهبة والخطابة ولذا ينبغي لمن يتصدى لها أن يكون لهذا موهبة يثقلها بالعلوم والمعارف المختلفة ذات الصلة الوثيقة بالعلم الخطابة فسمعت الاطلاع خير معين الخطابة في أداء خطيب بقوة وتأثير وثالثا الرصيد العلمي الرصيد العلمي والزاد الثقافي الرصيد العلمي والزاد الثقافي هذا أساس لا بد منه حتى يجد الناس عند الخطيب إجابة التساؤلات وهو العدة التي بها يعلم الخطيب الداعية الناس أحكام الشرع ويبصرهم بحقائق الواقع وبها أيضا يكون الخطيب قادرا على الإقناع وتفنيد الشبهات وتمتقنا في العرض ومبدعا في التوعية والتوجيه وهي أيضا معرفته بالخطابة إذن هنا الرصيد العلمي والزاد الثقافي وهذا أساس لا بد حتى يجد عند الناس خطيب إجابة تساؤلات وهو العدة التي بها يعلم الخطيب الداعية الناس أحكام الشرع ويبصرهم بحقائق الواقع وبها أيضا يكون الخطيب قادرا على إقناع والتنفيني للشبهات ومتقنا في عرضه ومبدعا في التوعية والتوجيه إذن شعور مسؤولية الموهبة والرصيد العلمي والزاد الثقافي طبعا موهبة الخطابة ومعرفة فن الخطابة وطريقة الإلقاء ومحادثة الجمهور والاستماع وخطوات وكيف التعامل أيضا مع جمهور من المستمعين إذن فطن إلى الرصيد العلمي والزاد الثقافي الرصيد العلمي والزاد الثقافي هنا هل تشعر بحاجة إلى مزيد من التعلم في هذه الوحدة هنا هل تشعر أنك بحاجة إلى مزيد من التعلم هنا ستذكر ما أعرفه ما الذي تعلمت في هذه الوحدة ستذكر أنت ما أعرفه ثم ستذكر أيضا ما أريد معرفته أيضا أسئلتي ما هي وكل يذكر بحسب ما يريد ثم ما تعلمته في هذه الوحدة أو ما تعلمته هنا ستذكر كل طالب يذكر ما يريد أو يذكر هو هل تشعر بحاجة إلى مزيد من التعلم من خلال هذه الوحدة مع أنك تريد زيادة في التعلم هنا ستذكر ما أعرفه ما الذي تعلمته في هذه الوحدة ثم ما أريد أيضا معرفته بمعنى زيادة للمعرفة أيضا هنا ما تعلمته في هذه الوحدة هنا ما أعرفه مثلا نقول ما أعرفه في صياغة الخطبة ما أعرفه مثلا هنا صياغة الخطبة كيف أصيغ الخطبة بدأ بالمقدمة ثم الوسط ثم الخاتمة وكيف الطريقة أيضا الخطبة وذكرية وهذا ما أعرفه طيب ما أريد معرفته في ذلك وهذه بعضا من الأسئلة نقول مثلا حسن الاستشهاد وذكر أيضا الآراء وذكر الأقوال وتفنيدها والرد بالدليل القاطع إلى آخره وهذا أيضا ما أريد معرفته بإمكانك أيضا تذكر أي شيء أو تذكر طريقة الإلقاء مثلا طريقة العرض أو سلوب العرض أو المهارات التي استعلق به بالخطبة ما تعلمته هنا في الخطابة وما تعلمته في ذلك هنا مطابقة الكلام لمقتضى الحال بحال السامعين كيف أتعامل معهم وكيف أذكر ذلك الكلام الذي يناسب ما يذكرون فيه إذن هنا استذكر ما أعرفه نحن ذكرنا هنا سياغة الخطبة وإيضا ما أريد معرفته وهذه الأسئلة هنا حسن الاستشهاد مثلا وأيضا ما تعلمته مطابقة الكلام المقتضى الحال بحسب حال السامعين وذلك وإمكانك تذكر أيضا أشياء أخرى تتعلق بك هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر